وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل حسن هذا لحق بعد حسن نعم ووضع هذا الخط نعم ووضع هذا الخط إشارة إلى أن سم لحق لكن أحيانا يفعلون هذا كما رأينا في مخطوط كان مخطوط تاريخ بغداد أظن كان يفعل هذا تكون الكلمة بالأعلى التي هي لحق ثم يشير إلى اليمين مثلا لكنها بالأعلى ما الذي في الهامش في المهم الأمر الشديد ما بالهامش ليس لها علاقة بهذه الكلمة أصل طيب فلا يعني يعني لا تنخدع بهذا هو يشير إلى اليمين لكن الكلمة هذه هي المقصودة بعد حسن وعلامة ذلك أن تكون الكلمة قريبة يقتربون بالكلمة خاصة في السطر الأول الكلمة التي في السطر الأول أو التي اللحق الذي على بجانب أول كلمة من اليمين أو من اليسار من هنا أو من هنا والكلمة التي تكون لحقا أيضا في السطر الأخير يلصقونها هكذا يعني لو أنها هنا كلمة بعد فصلا لحق أو جملة يبدأون بكتبتها هكذا منحرفة ويكتبونها صح مثلا أو إن كانت هنا مثلا هكذا يكتبونها هكذا باتجاه هكذا وتكون بجانب فيه تماما أو من اليسار تكون بجانب فصول مثلا نجد أن الكلام خارج هكذا مثلا بجانب فصول مثلا ومنحرف هكذا أو بالأعلى هكذا حسن يخرج هكذا قريب من السطر جدا ثم يكتب الكلام ثم يكتب صحة واضح؟ نعم واضح لكن أحيانا تكون حاشية أيضا يعني ينبغى أن يكتب صحة كما نبهت على هذا من قبل